قومة الأقليم اعترضت أو الأقليم بشكل عام اعترض على ثلاث جوانب أساسية في التعديلات المقترحة من قبل اللجنة المالية أولاً الأقليم يرى أن هذه التعديلات فيها تجاوز وخرق الالتفاق السياسي للأطراف الداخلة في تحالف إدارة الدولة وثانياً رأى فيها انتهاكاً لالتفاق الموقع بين الحكومتين في شهر نيسان الماضي إضافة إلى بعض الملاحظات والمخالفات في قانون إدارة الإدارة المالية رقم 6 وبعض النقاط الدستورية أيضاً هذه الخلافات دعت حكومة الأقليم إلى الاعتراف على التعديلات الكبيرة في قانون الموازن لكن التعديل الأهم والذي هو استرعي انتباه هو أن اللجنة المالية أعادت صياغة وأضافت بنود في المواد 13 و14 وهذا هو مخالفة صريحة للمادة 62 ثانياً من الدستور وكذلك المادة 12 من قانون رقم 6 لإدارة المالية هاتان المادتان تشيران إلى أن البرلمان له حق فقط المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وله حق التخفيض واقتراح الزيادة لكن ليس له حق إعادة صياغة أو إضافة مواد أخرى هذه النقطة الأساسية بالنسبة لسؤالك حول ترجيح التمرير اليوم كان هناك اجتماع لقوة تحالف إدارة الدولة وكانت هناك المواشرات الإيجابية وتسربت أنباء على ثلاث نقاط الأول الكل متفقين على تمرير الموازن يوم غد والأمر الثاني بعض المواد الأساسية حسمت مثل مسألة التصدير عبر السومو وهذا أيضاً منسجم مع اتفاق نيسان الماضي والأمر الثالث بخصوص الحساب البنكي أيضاً تم التفاهم بشأنه لكن توجد تفاصيل أخرى لم تتسرب لا تزال كانت خلافة في المادة 4 طعام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر